أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية وخلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أكد رئيس السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعيدة بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب من رئيس مجلس الأمة الكويتي نقل التحيات إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وحرص الكويت على تعزيز التشور وتنصيق مع مصر إزاء مختلف القضايا خاصة في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة كما شهد اللقاء التباحثة بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية ترجمة نانسي قنقر